مرحبا بكم في مكتبة الإسكندرية ويسعدنا أن يكون معنا هذا الجمع الغفير وهذا الجمهور العريض في لقاء أردنا به تخليد ذكرى شيخ المعماريين المصريين الراحل الرائد حسن فتحي وقد جاءت هذه الفكرة في حوار عميق مع اللجنة العليا للعمارة التي تنبثق من المجلس الأعلى للثقافة في مصر فجاءت الفكرة أن نقيم جائزة باسم حسن فتحي ولكن نستهدف بها المعماريين المصريين الشباب أو على الأقل الذين لم تتمكن بعض مشروعاتهم بعد من الحصول على التقدير الكافي على الساحة الدولية وطلب منا أن ننسق ذلك بفكر جديد فتمكننا أن نطرح اقتراح لأنها ليست مسابقة ولكنها اقتراح ودعوة لتقديم مشروعات قد تم تنفيذها بالفعل مشروعات على أرض مصر ومشروعات لم تفز بعد بجوائز دولية أو باعتراف دولي ولم نقل أنه من الضروري لمن يتقدم لمثل هذه الجائزة أن يكون من هوات القباب وغير ذلك من المفردات المعمارية التي اعتدنا في حديثنا عن حسن فتحي أن نقحمها في تصور ما أنجزه حسن فتحي من أجل مصر من أجل العمارة من أجل الفقراء ومن أجل العمارة العالمية التي بادرت واعترفت بعض قريته قبل أن تعترف به مصر بالقدر الكافي حسن فتحي كان لنا جميعا الذين شرفنا بمعرفته وسعدنا بصدقته ونفتخر بأستاذيته لنا حسن فتحي كان يمثل قبل كل شيء الأمانة العلمية كان يمثل قبل كل شيء الارتباط بالمبادئ وعدم الحياة عنها كان يمثل الفكر وراء العمارة وليس فقط المنظر حسن فتحي له أبعاد لا تعرف أو لم تعرف بالقدر الكافي منها اهتمامه الكبير بالتقييم العلمي منها أنه لما هاجم العمائر بالخرصانة المسلحة كان يهاجم نوعا من العمارة يهدر كرامة الإنسان وتفرد ذلك الإنسان بما يجب أن يكون من حقه في الحياة ولكن حسن فتحي نفسه أقام تجارب استعمل فيها الخرصانة المسلحة والبريسترست كونكريت وله دراسات علمية حول أنواع من البناء في مصر وقال دائما أنه يجب أن نحتكم إلى العلم ونحتكم إلى القياس فإذا كانت هذه المواد وهذه الطريقة في البناء ليست هي المثلة فلنا أن نتركها لغيرها ولكنه كان يحذر أمثالي من الأشبال حينما كنا نجلس إليه في شرفته بالقلعة لنحتسي الشاي ونستمع إلى حديثه أحيانا عن الموسيقى أحيانا عن العمارة الفرعونية أو القدماء المصريين أحيانا عن الفلسفة الإسلامية في البناء والعمارة أحيانا عن الاهتمام بالفقراء أيا كان الموضوع فكان يحذرنا دائما قائلا لا يأخذكم الغرور ولا تقول أن هذا يمثل الفكر المعماري الحديث فلي أن أطبقه هنا وأترك ما قام أهل هذه البقاع بتصميمه عبر القرون لأن في هذا الغرور شيء هام هو رفض تجربة إنسانية لمجتمع تفاعل مع البيئة والمكان تفاعل مع المواد تفاعل مع الوضع الاقتصادي الحقيقي لهذا المكان فصاغ لغة معمارية مناسبة لهذا المكان فمن أراد منكم أن يترك هذا التراث ويستورد الجديد عليه أمرين الأول أن يدرس هذا التراث ويعرفه قبل أن يلفظه وثانيا أن يتأكد بالعلم والقياس أن هذا الجديد المستورد أفضل من التراث الملفوظ هذا كان حديث حسن فتح وللأسف ضاعت بعد هذه الأبعاد فيما رسمته عنه وسائل الإعلام وخصوصاً بعد وفاته فقررنا في تخليد ذكرى حسن فتحي أن نقيم جائزة للعمارة كما قلت تستهدف عمل معماري قام به مهندس مصري على أرض مصر وعمل معماري لم ينل بعد جائزة دولية ولكن سرعان ما قبلتنا مشاكل أخرى فإن التحدي المعماري كبير والفكر المعماري واسع وفكر حسن فتحي بصفة خاصة كما أسلفت كان فكراً ثرياً غنياً واسعاً متدفقاً فقررنا أن نتقدم بالجائزة ونحدد موضوع أولي لنقيم من وجهة نظره المشروعات المفروحة أمامنا واخترنا للموضوع الأول للجائزة الهوية الهوية في العمارة المصرية المعاصرة ولا نقول في العمارة التراثية ولكن نقول العمارة المعمارية المعاصرة إيماناً منا بأن لنا من الموضوعات ما سيطرح فرص أخرى لمبادرات أخرى فيما بعد ولكننا أردنا كذلك أن لا يكون هذا العمل مجرد جائزة تمنح وتنسى فأردنا أن تقترن بمؤتمر دولي عن حسن فتحي وعمارته واليوم بعد انتهاء هالته الجلسة الافتتاحية سوف يبدأ ذلك اللقاء العلمي حول حسن فتحي وعمارته وأفكاره وسيكون ذلك بمثابة افتتاح أولي لسلسلة من اللقاءات الدورية التي سنقوم بها وستقوم بها مكتبة الإسكندرية ترجمة نانسي قنقر